موسيقى او ان كانت ظروف حلوة بالفرح و بالحزن دائما الموسيقى بتأثر بس مثل ما قلت يعني هلأ هذه السنة كانت من أسوأ السنين اللي ممكن تقطع علينا وعلى عالم كله صح يعني أنا شخصيا دائما لأنه الأغاني والستيل اللي أنا بغنيه بقديه شوية هيك الطابع بيكون رايق ف فيمكن صعب شوية انه اقدر ازرع الفرح عند العالم بهالظروف بيقسهم زيادة اذا بديك بس يسمعوا الأغانية دائقة وبنفس الوقت فيه اشخاص لأ هيدا شي بيكون يمكن مصدر فرح لألون بيعطيون بوزيتوف انرجي فتختلف يعني حسب كل شخص هو شو بيسمع و كيف بيختلف التأثر يعني يعني عنجات حسب كل شخص اذا بيحب يسمع موسيقى او لا صحيح ايان متل ما منعرف انه بفترة الحجر وقفوا الصهرات و الحفلات ادي هالشي اثر بالكتاع الفني اه يعني تأثير كتير كبير وتأثير يعني قبل ما يكون على العالم اللي عم بيروح يصهروا وينبسطوا كمان تأثير على المطربين هني والفنانين بحد ذاتهم يعني الشخص اللي معود دايما اصبعيا يكون عنده حفلة عم بيقدية و اغاني عم بيطلع على المسرح فكتير صعب انه ينقطش هالالادئ اللي عم بيعملوا هك فجأة ويعني يعني بيغض النظر عن الاجر وانه هيدا الشخص عم بيشتغل بهيدا الدومان اللي يعيش بيغض النظر يعني حتى المطرب الحقيقي هو بيتأثر وبيزعل وبيأسف وقته يوقف يغني بس لسبب الغنى يعني بيغض النظر عن الاجر والمصاري يعني فأنا شخصيا يعني كنت بحب انه ضل عم تابع ضل عم بغني لانه انا بالاول هيدا الشي بيكون فرح لإلي شخصيا قبل ما انقلوا لغيره بس كان قطعنا بفترة كان فيه صهرات وحفلات بس هون كان الفنان عنده تحدي كتير كبير لهو فيروس كورونا يعني كيف كان عم بيقدر يواجه هالتحدي هلأ خلال هاي فترة الكورونا يعني ما كانوا كتير الحفلات كانوا شوية محصورين وكان عدد الاشخاص اللي عم بيصهروا كمان شوية محصور والفنان بالعادة بيكون على المسرح بعيد شوية عن العالم فأنا كنت امرق بين العالم بكون بحاطة الكمامة بس أصل على المسرح شيلة يعني ما فيها الكنتكت المباشر مع العالم لحتى خاف نفس الوقت انا مكت عم بعمل يعني يعني عملت شي حفلتان يمكن وقررت انه ما فوت به المخاطرة نعم هل بتعتبر انه الانتاجات الفنية اللي عم نشوفها هلأ هي أقل جودة عن الانتاجات الفنية اللي كانت عم تتقدم من زمان الانتاجات الفنية بالغنى أصلاك طبيعي تكون هكي يعني هلأ الانتاج بحاجة لدعم مادي يعني بده مبالغ طائلة من المصاري اللي حتى يكون انتاج مرتب فحاليا وخصوصي بلبنان عنا هلأ صار يعني الانتاج عم تكون مدهور فحتى شركات الانتاج عم بتكون يعني اجر لقدام و اجر لورة متل ما بيقولوا يعني سرنا عم نشوف لون جديد للانتاجات وغيرها يعني هالشي ما كنا عم نشوفه من قبل صار كله بيلجأ للأشي الأهون والأرخص وبنفس الوقت انه عم توصل يعني يعني بتظل أحلى من مشيه ايان شو بدك تسمعنا شو بصوتك الحلو نسمع بحبك لبنان نعم سألوني شو صاير ببلد العيد مزروعة الداير نهار و بوريد سألوني شو صاير ببلد العيد مزروعة الداير نهار و بوريد قلتلوا ببلدنا عم يخلق جديد لبنان القرامي والشعب العنيد كيف ما كنت بحبك بجنونك بحبك كيف ما كنت بحبك بجنونك بحبك و إذا نحنا تفرقنا بجمعنا حبك حبي من طرابك بكنوز الدني وبحبك يا لبنان يا وطني بحبك يا لبنان يا وطني بحبك بشمالك بجنوبك بسهلك بحبك تسأل شو بني شو اللي ما بني تسأل شو بني شو اللي ما بني بحبك يا لبنان يا وطني يعني يان صوتك بالفعل بعقد مرسي أنت بتغني بعدة لغات بالفرنسي بالإسباني بالإنجليش و بالعربي والعراقي أدي هدا الشي أدي هدا الشي مهم بالنسبة للفنان و كمان أدي هدا الشي صعب بنفس الوقت هن هاودي يمكن بصيروا أساس أنه كلمة إذا ما كانوا موجودين مش يعني أنه الفنان صار عاطلة وما بيصلاع في كتير فنانين كتير ناجحين وخصوصا أنه نحنا بلبنان يعني هو الأهم أنه يكون يغني لبنان و بيكفل يكون أنه كتير ناجح ومعروف وخصوصا إذا صوته كتير حلو فكل شي بيجي زيادة يعني أفضل بس أنه فيه يكون مش موجود بس أنه التنوع حلو لأنه العالم أوقات بتحب أنه تسمع شي غريب ما عم تسمعه كل يوم صحيح بس أنه كمان هيدا الشي من الأشي الصعبة يعني صعبة أنه يكون الفنان عن جد عم بيقدر يصيب الغربة ويصيب الشرق بنفس الوقت ويعطيهم حقهم مثل ما لازم يعني فيه كتير بيغنوا مثلا غربة بس بتحسي عم بيغني بطريقة مشرقة أو عم بيغني الشرقي بطريقة غربية يعني ما عم بيعطيه حق للشرقي وحق للغربة فكلمة هيك في كتار يمكن بيحبه بس ما كتير بينجحوا فيهم كلمة هيك ما عم بيخوضوا هيدا الشي فبيكتفوا بس بالعربي الشرقي أو بالغربي إيان هل بتعتبر أنه الناس عم بيروحوا وصوب الأغاني البركة شعبية أكتر وهيك درجة ومودة ولا عم بيفضلوا يضلوا يسمعوا الأغاني اللي فيها جودة وأصوات حلوة يعني هيدا كمان تختلف حسب الأزواء في عندك ناس بحب الراية والأغاني المرتبة اللي فيها عمق اللي فيها لحن حلو وكلمة حلوة وفيها عالم للأسف ليحقين الترطأ والأشياء يعني هيدا على العمية مثل ما بيقولوها والمشكلة أنه صاروا أكترية يعني عن جد عم بلاحظ أنه كتار عم بيلحق نوع الأغاني اللي مانه لبناني بير واللي هو شعبي لأقصى الحدود واللي بيرتكز بس أنه يعمل جو لا فيه كلام ولا فيه لحن وحتى لا فيه صوت للأسف خبرنا أيام شوي عن مشاريعك المتقبلية هلا أنا قلنا فترة كم يوم كنا نحضر لأغنية جديدة عمل جديد رح نطرحه قريبا أغنية خالجية وصورنا الفيديوكليف وإن شاء الله قريبا رح نعرض وإن شاء الله بينيل إعجاب الجميع نحن أيام بدنا يكسمعنا شي بعد لأنه ما كتفينا من أول غنية وابقول مبدي أعشق يا قلبي من هو وقتا خليني وحدها لا ريح أحساسك أنت شافك قلبي وما سألني بلحظتها غير رأيه حتى عيوني من دون إذنه جوات عيونك بأيون يعني حبك ما بده سؤال فوق الراس بتنشال ليه متلك صاروا قلال نيال وقلبي فيك يعني حبك ما بده سؤال فوق الراس بتنشال ليه متلك صاروا قلال نيال وقلبي فيك إيان قدي الموسيقى بتورجي الوجه الحضاري لحياة لبلد؟ وقدين إحنا هلأ بحاجة بلبنان للموسيقى تنورجي الوجه الحضاري لبلدنا؟ هلأ هذا شيء بديهي أكيد أنه الموسيقى هي لغة لغة الروح وهي اللي بتعبر عن الحضارة تبع أي بلد فتعبر عن حضارة الشعوب أكيد فللأسف كمان أنا بلاقي أنه حالياً شوهنا شوي هالصورة بالنوع الموسيقى اللي عم يتقدم باللبنان بالوطن العربي بس بالأخص بلبنان بس كمان أكيد ما عم بجمول لأنه بيضل فيه يعني فيه أشخاص دايماً عم تسمع الأغاني القديمة أغاني الزمن الجميل مثل ما بقولوا وأكيد حالياً كمان فيه أغاني كتير حلوة عم تتقدم أنا ما عم بقول أنه كل شيء بشيع وكل شيء صار ما بيسوى بس يعني مثل مثل حيالله شيء يعني دايماً فيه فيه سلبيات وفيه إيجابيات فيه أغاني عم تكون عنجات بعدها لهلأ عم تظهر هالوجه الحلو والحضارة وفيه أغاني أنه يعني للأسف شحار نعم يعني شو اللي خليك تتجه للموسيقى وتصير دغنة الموهبة هذه بمرتبة أولى يعني أنا حبي للموسيقى وللأغاني بلش من عمر صغير كتير يعني بعمر سنتين ونصف بلشت حس أنه فيه صوت جوست مثل ما بيقولوا يعني عم بسيب النوت ما عم بنشيز عم بقول بشكل حلو وكبرة الموهبة مع الوقت وأهلي ساعدوني نمو لي هالموهبة أدرست بالكونصر بطوار كنت دايماً أتمرن يغني دايماً بالحفلات بمهرجانات فهذا الشي كان فيه متابعة من أنا صغير والحمد لله يعني ضلت هالموهبة وأنا يعني مثل ما بقولوا الثقلت وهكي اهتميت بالموضوع وحبي للموسيقى هو اللي خلاني يعني نضل متابع فيها أنت كمان إيان بترتد وأدي هيدا الشي مهم خاصة بفترة العيار أدي ترتيلك بفوتو روح العيد وأجواء الفرح على الأشخاص يعني أنا كانت البدايات زبدك مع الترتيل وما وقفت بعد أن اليوم أنا دايماً برتيل ودايماً في حصة دايماً مخصصة للكنيسة وللترتيل ولا الهدف الأسمى اللي هو أنه تقدر وصل كلمة يسوع ووصلها الفرح من خلال صوتي وللترتيل وهي عن جد مسؤولية كتير كبيرة علي فخصوصي بالميلاد هلأ يعني كمان في مسؤولية أنه أنا قادر أوصلها الفرح وقادر أنه حسس العالم بجو العيد من خلال يمكن ترتيلة من خلال كلمة حلوة ولحن حلوة فهون بحسب المسؤولية أنه أنا إذا ما عملت هالترتيلة ما نشرته يمكن أنه تكون سهمة أنه ما أحسس العالم بالعيد فلا يعني عم دايماً أنا بشتغل أنه كل العيد يكون إله هكاً مخصص له شي معيان لحتى نقدر نساعد العالم أكتر يحسه بالمناسبة أو بالعيد عن جد كتير حلو إيان أنه يكون الإنسان عم بيستعمل صوته كمان تيمجد ربنا هيدا الشيء كتير حلو بالنهاية هو الصوت من عند ربنا وأقل شي نرجع يعني نردله هالجميل إيان بالأخير شو بتحب توجه كلمة للناس اللي عم يتابعونا اليوم بتدعيهم أنه ما يفقدوا الأمل ويضلوا متفقلين به هالسنة اللي جاي بالنهاية أنا بدي عيد الجميع بدي وجه تحييل أهلي وعيدهم وكل الأشخاص اللي بحبهم الإقراب والمش إقراب والأصدقاء والفانز وكل اللي بحبوني والما بيحبوني بدنا نعيدهم وإن شاء الله هالسنة أكيد بتكون سنة خير علينا جميعاً وتكون ما بدنا نغير الأمان والبحبوحة هذا هو فإن شاء الله هالسنة بتكون أحلى من المرأيات لأنه عن جد لأقلك أنه ممكن تكون بعد أسوأ ما بتخيل بعد السنة اللي جاي ستكون أسوأ من القطعت لأنه ما ضل شي ما قطع علينا فشو ما كانت يمكن رح تكون بعد رح تكون أحلى من اللي ما رأيت بس أنه أكيد نتمنى دايماً أنه الأفضل والإتكال على الله والمهم أنه نظل محافظين على الأمل أكيد أنا بشجع أنه ما الواحد ما يفقد الأمل دايماً اللي بيتكال على الله بيوصل يعني بالفعل مضبوط كرامك لازم نظلنا متفقلين دايماً الفنين إيان دريدون إحنا بدنا نشكرك لو وجودك معنا الليلة بس قبل ما نوضعك بدنا نسمع منك بعد غنية حلوة أدروب الحي تسألني طرى هل سافرت الليلة وطيب الشوق يحملني إلى عينيك يا الليلة إلى عينيك يا الليلة الليل يا ليلا يعاتبني ويقول لي سلم على ليلا الحب لا تحلون سائمه إلا إذا غنى الهوى ليلا إلا إذا غنى الهوى ليلا وأنا بدور مشاهدينا ومن أسرة مريم تيفي بدي عيدكن وقلكن أنه على أمل أنه هالسنة الجديدة تكون حاملة السلام لقلوبنا وعلى ساقة كتير كبيرة أنه لبنان أرض الأداسة ما بيركع وما بيموت رايان أنا بدي عايدك لأليك كمانا وأنا ريتا بدي عايدك وبدي عايد كل بريزنترز مريم تيفي وأتمنى لكم مشاهدينا قطيع بالتمنيات بمناسبة هالسنة الجديدة وأهم شيء أنه ما نفقد الأمل فعلا 5 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر